ولأن الأسواق العراقية باتت مفتوحة على المفاجآت أكدت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار غربي البلاد إن أغلب مهربي مادة الكيبتاجون المخدرة من سوريا إلى العراق هم من الجنسية العراقية فيما بعضهم سوريون وقال معاون محافظة الأنبار جاسم الحلبوسي إن تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق مرسبط بعدم السيطرة على الوضع الأمني في سوريا ويعد بيئة صالحة لتكون ممرات لعبور الممنوعات والمخدرات مضيفا أن تجار المخدرات يستغلون هذا الوضع لتهريبها إلى العراق عبر محافظة الأنبار وأضاف التجار هم من مختلف المحافظات لكن القوات الأمنية حارسة على القضاء عليها من أساسها لبسط السيطرة على هذه الحالات فيما تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات في الأنبار من القبض على أكثر من 450 متهما بتجارة المخدرات وضبط أكثر من ثلاث ملايين حبة مخدرة من الكيبتاجون والمؤثيرات العقلية في المحافظة